السلام عليكم مشاهدين الكرام مرحبا بكم في هذه النشرة الخاصة بحالة التقس بالمغرب خلال هذه المساء والأيام القادمة سنوطيكم اخر تفاصيل والمستجدات ان شاء الله فقبل اخذ التواصيل لا تنسوا دعموا بلايك والاشتراك في قناة وشكرا لكم زيزي للشكر اخواني الكرام فيتوقع ان شاء الله ان تبقى الاجواء نسبيا غائمة ان شاء الله على العديد من المناطق بسحب اه كثيفة منخافضة اه قد تعطي بعض التساقطات المطرية على المناطق الشمالية والغربية للمملكة لكن عموما سيكون اجواء اه يعني انخفاض في درجات الحرارة والمناطق اه ستكون اجواء غائمة على مناطق النادول وطنجة والريباط وكذلك سيد سليمان وفاز وكتازة وبني ملال او من راكش قلن استرغن وشفشا وشفشاون وكذلك ششاو بن قرير واسفي والجديد وستاتو برشيدو القارة وصويرا وكذلك اغادير وقلميمو وكذلك اسمرة وكذلك طانطان ان شاء الله وكذلك المناطق الطرف اجواء غائمة مع احتمال كما قلنا تساقط المطرية قد تكون خفيفة وضعيفة اخواني الكرام ومع احتمال بعض العواصف الرادية في الفترة المسائية يوم الخميس كذلك احتمالا تبقى الاجواء نسبيا صافية اه في اه الى قليلة السحب مع احتمال كذلك استمرار في انخفاض في درجات الحرارة بسبب كذلك اجواء غائمة اليوم غد كذلك ان شاء الله اجواء منعشة وباردة بسبب بذخول اه منخفاض يمر من المملكة ويؤثر الى بدخول هذه السحب المنخفضة الكتيفة قد تؤدي الى انخفاض او اه انخفاض منحوط في درجات الحرارة اخواني الكرام على العديد من المناطق المناطق الوسطى والمناطق الغربية وجهة شرقية الواجهة المتوسطية ان شاء الله وكذلك الشمال الاقلي مجنوبي المملكة ستعرفه بعد السحب المنخفضة كما تشاهدون بسبب الظهور هذا المنخفض باحتمال بعض العواصف الرادية قد تكون احيانا عاصفية على مناطق الشمالية للمملكة خصوصا المناطق طنجة والعرائش ان شاء الله بالنسبة لتوقعات الايام القادمة فتشير اخواني الكرام الى كذلك استمراء الاجواء المنعيشة وكذلك البريدة كذلك ليوم الجمعة ان شاء الله محتمال بعض الامطار الضعيفة والخفيفة على مناطق العرائش وطنجة تطوان ببرد واللاميمونة تساقطت مطارية ضعيفة متفرقة مع اجواء غائمة على مناطق الغربية خلال توقعات يوم السبت كذلك اجواء غائمة على مناطق الغربية وكذلك استمراء الاجواء والخفافة في درجات الحرارة واحتمال اجواء غائمة على العديد من المناطق يوم الاحد ان شاء الله بالنسبة لتوقعات الايام المقبلة فتشير اخواني الكرام خصوصا يوم كذلك بداية شهر سبع فيتوقع ان شاء الله ان تكون الاجواء مستقرة الى قد سهم احتمال ارتفاع في درجات الحرارة خلال ايام القادمة خصوصا بداية من الاسبوع القادم الى اللقاء